نظم بنك الشفاء المصري عضو تحالف الوطنية للعمل الأهلية قوافل علاجية في الدقاهلية لإجراء عمليات جراحية وتوفير النظارات بالمجان استهدفت القوافل وخدمة الأسر المستحقة والأولى بالرعاية وتضمن توقيع الكشف الطبي على 1350 حالة يومياً بالمجان فضلاً عن تحديد أكثر من 35 عملية حاملاً الدعم والمساعدة للمواطنين من الفئات الأولى بالرعاية يواصل قطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية التحرك بقوة داخل جميع ربوع الوطن لتخفيف الآلام عن المرضى محافظة الدقاهلية شهدت انطلاق قافلة طبية لإجراء عمليات جراحية وتوفير نظارات بالمجان لعدد من المواطنين وفقاً للتشخيص الطبي لكل حالة أنا بدنا القافلة الطبية بنبدأ نكشف على الحالة بنكشف على 1350 حالة في اليوم وحضرتك فيه ناس بتحتاج للعملية فنحولها ونكلمهم فإن احنا موجودين لتنفيذ 35 عملية رمض في مركز الأكاديمية بالمنصورة واستهدفت القوافل العلاجية لبنك الشفاء المصرية خدمة الأسر المستحقة والأولى بالرعاية وتضمنت توقيع الكشف الطبية على 1350 حالة يومياً بالمجان بالإضافة إلى صرف العلاج للمرضى كما استهدفت قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحديد أكثر من 35 عملية للحالات التي تم الكشف عليها بالقافلة أنا جات أعمل عملية هالتنان وأنا ما أشكر الرئيس وأشكر جميع كل من يتجرب له الأجدرات التي تمت معاني الكفيلة راحت عندنا المركز بتاعنا وطلبونا وروحنا جموا معانا بالواجب وبعتونا للورق وإحنا جينا في المعادة التي قالونا عليه عشان نعمل العملية قفلة التحالف الوطني ذهبت إلى سريعاً لكان أنظر إلى طريقة الكشف فيه فوجدت فيها أكبر نسبة من الكشف باهتمام ورعاية كافية ويعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أحد أركان عمليات التنمية بالدولة وداعماً لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بالتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتقديم كافة أنواع الرعاية للمواطنين الأولى بالرعاية على كافة المستويات